السلام عليكم ورحمة الله يقول دكتور مصطفى محمود في كتابه النفس القرآن الجديد الفصل التاسع عدو السلام لدود إذا كان هناك عدو لدود للسلام لا يريد السلام مع العرب ولا يقبله ولا يطيقه فهو إسرائيل ذاتها ولكن مشكلتها أنها لا تريد أن تحاربنا وحدها وإنما تريد أن تحاربنا ووراءها العالم كله يمدها ويؤيدها ويمولها ويحارب معها لتضعنا في موقف اليأس فتكسب المعركة دون أن تدخلها وخطتها اليوم والأمس ومنذ سنين أن تحشد الكراهية للعرب وللإسلام وأن تشتري الأقلام وتستجر العقول وتسخر كل صحيفة وكل خبر وكل فيلم وكل كتاب لتشويه الإسلام وتمسي صورته في وجدان العالم وضميره ولكن قبضة إسرائيل بعد أن أصبحت قبضة ذرية ومخالبها بعد أن أصبحت نووية وأنفاسها بعد أن غدت سموما كيميائية وميكروبية فإنها لم تعود تسمع تلك النذر ولم تعود تفهمها ولم تعود تقبل بأقل من السيطرة والهيمنة والسيادة ومن ورائها العالم كله يساندها ويناصرها على البغي والظلم وهكذا تستدرج للإفساد والعلو الكبير الذي تنبى به القرآن فما مكرت بنا كما تظن ولكن الله هو الذي مكر بها فقد بذرت حقدا فلابد أن تحصدها لكا وما كان الله ليظلم الناس ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون إن الإسلام موجود وما زال ينبض بعنف وحياة من داخل الهياكل المتداعية والنظم الهزيل والأبدان الشاحبة وطوابير الجوع والمرض والفقر إنه قنبل موقوتا لن يقف أمامها شيء وقد أشعل الظلم العالمي والتآمر الأمريكي لإسرائيلي فتيلها وبدأت شرارة تجري في هذا الفتيل والإسلام وعي واستنارة وموقف وليس تآمر في الخفاء ولا رصاصة عشوائية في الظلام ولا يرهابا ولا ترويعا ولا أعرف متى ولا كيف سوف تنقلب المائدة على جلسائها من الموساد ودهاقنة التخابر الأوروبي والأمريكي فالله وحده والمقدم والمؤخر وهو الذي يؤقت المواقيت وتلك أسماؤه الحسنى التي نعرفه بها ولكني أعلم علم اليقين بأن ما بنى الصاينة سوف ينهدم على رؤوسهم وأن العلو الذي نراه هو علو إلى زوال وهو ارتفاع إلى خصف وهزيمة لا قيام بعدها أبدا وفي الختام لن يصحى إلا الصحيح هذا المعرض ومشاركته معكم في هذا الكتاب القيم من الدكتور مصطفى محمود أحس بأن هذا الكتاب يتكلم عن الواقع الحالي الذي نعيشه اليوم لهذا شاركت معكم هذا الجزء هو الجزء السابق في الحلقة الماضية الجزء السابق هو أول الحشر وباقي أجزاء أخرى إن شاء الله في القادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة